أهلا بكم جلنا على الفيسبوك كانت الأخت نون فقري بتسأل على الوافر قالت إنها يعني قاعدت تحلفنا إنها ضروري جداً تعرف النهاردة الموضوع عارفة العجينة وعارفة المأدير بس بتقول إزاي تعملها الفكرة هنا إن احنا نتكلم على نوعين من الوافر في بسكوت الوافر اللي هو بيبقى بسكوت وبيتحط في القلاية أو في المكنة الخاصة ده اللي احنا نشوف مأديره لكن اللي هي كانت سألت عليه الأخت أم خالد من أبو ظبي دي سألت على بسكوت الوافر فدوت المأدير بتاعته اللي ممكن تعمليها لكن في العجينة التانية اللي هي سألت عليها نون فقري اللي هي عبارة عن عجينة بيبقى سكر بودرة وفيها زبدة أو ليلة زبدة بتبقى سايحة وبيض بيت الفكرة فيها إنها بتقولي إزاي أحطها وتاخد الشكل فبتقولي إزاي أعمل الكارتونة هي أي كارتونة أنت بتجيبيها وتحطيها ينوت بتعملي الكارتونة بالشكل اللي انت عايزها تعملها فراشة تعملها تفاحة وبتجيبي العجينة على أساس الكارتونة تحدد السماكة اللي انت عايزها قدقي فبتحطي العجينة بالطريقة دي فأي زيادات بتسحبيها وبعد ما بتعملي العجينة دي بتبقى اسمها يعني العجينة دي بتبقى رؤياءة جدا وبشير كل الزيادات إنه هو من الجنب وبسويها دي بتبقى كلها متسوية وبعدين ما برفع العجينة بتبقى الشكل اللي خدته اللي هو معمولة على أساسه بعد ما بدخلها في الفرن ده بيكون الفكرة بتاعتها بعد ما بدخلها الفرن بتطلع واخدى الشكل إزا كانت عاملها وبحطها على ورق زبدة ممكن يكون الورق دوت ورق زبدة عشان ما تلزأشي أو ممكن حطها على اللي هي السليبات أو اللي هو ورق السيليكون فدوات اللي كانت طلبته فقري وحلفتنا نحن لازم نعملها النهاردة أما العجينة والمقادير كانت الأخت أمو خالد من أبو ظبي هنعمل حلو معاكم برضو حاجات تسألنا عليها كتير هنعمل الكاسترد خطوة خطوة إن شاء الله ونعمل كمان عجينة الملفي اللي هو الرئات هنعمل البيتزا وفكرة البيتزا مش هنعملها البيتزا المعتادة نعملها مختلفة وقبل ما أبتدي فقرتنا في أول حاجة نعملها نعمل أنواع الشربة بشكر الأخت أمو محمد من طهتا بعتت لنا تصحيح لطريقة عمل خميرة إحنا قلنا بنعمل الحمص العيش البتاوي أو العيش اللي هو الفايش قالت عجينة الحمص إحنا بنجيب الحليب بس ما يكونش حليب مبسطر يعني إحنا بنجيب الحليب لازم يكون حليب لسه طازة بعد كده بنغليه ومجرد ما بيتغلي بيتحط عليه معلقة حمص ويتحط عليه قطعة من الخبز ويتحط في قلب برطمان ويتقفل بأحكام ويسبوه لمدة يوم أو يومين لغاية لما تتحول هي الخميرة وبتفصل الاتنين عن بعض فبشكرها جدا على تصحيح المعلومة لكن اللي إحنا عملناها كان أصلا بحليب مبسطر لأن الحليب الطازة مش موجود عند كل الناس فدلوقتي بيعندكم الاختيارين أما دلوقتي هنبتدي حلقتنا مع بعض هعمل معكم شربة الشربة بصرف أنواع الفلفل اللي أستعمل ممكن يكون فلفل أخضر وأحمر عندنا فلفل كتير بالمناسبة عندي فلفل برطماني فلفل أخضر وفلفل أحمر مش هتفرق في اللون إزاي استوي ديت هنقطعهم وهنسويهم وفي الفلفل نفسه الصحيح لو قلت أن أنا عندي كمية منه ممكن أحشيهم لو حبيت يبقى محشي فلفل أو بدخله الفرن لو عندي كمية كبيرة وأحافظ عليه بأن لما بدخله الفرن بحط عليه شوية زيت صغرين وأول ما يطلع من الفرن هو لسه سخن ده بحطه في قلب كيس على أساس أشيل منه القشر والبزر وبعد كده ناخده نعمل بيه ممكن سلطة ممكن نعمل بيه حاجات كتيرة لكن احنا قلنا خلينا نعمل حاجات ربيعية شوية فهنعمل منه شربة ممكن تتاكل بردة أو تتاكل سخنة فلما بطلع الفلفل هنا هوت ومجرد ما بطلعه لسه أصلا بيبقى في الكيس والعملية بيبقى لسه في بخار بتبقى سهل علي أن أنا أشيل القشر فبعد ما بشيل القشر منه يعني بحطها كده بخليها البخار هو اللي حافظ عليها وطلعها فالفلفل هي صحيحة زي ما هي بس عايز أشيل البزر كمان فبالتالي بفتحها من جوة وأسهل حاجة أن أنا لو عايز أخذ المياة اللي موجودة فيه واستعملها في حاجة باستعملها أو بحطه ده في مياة على أساس أن أنا أتخلص من البزر فنحط هنا الفلفل في قلب مياة وبعد كده هاخد دوات على أساس أعمل منه الشربة يبقى عندنا إذا كان الفلفل أصفر أو أحمر هنعمل منه نوعين شربة هنا واللي اتنين هعملهم بنفس المكونات تقريبا فهنعملهم بلونين مختلفين وبتحط هنا شوية من الزيت شوية من الزيت وبحط معهم زبدة ناخد قطعة زبدة في كل ناحية يبقى أنا عندي الزيت والزبدة على أساس أحافظ على الزبدة ما تتحرقش وبحمر معهم بصل نص البصل هنا ونصه هنا وناخد اتصال ألو 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 أهلا ألو مين معي؟ سلام ورحمة الله ألو 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 شكرا لك ولكن لقد أتمنى أن أتمنى أن أعرف أكثر لأن تعرف الأعادة في التعبير بالطبع بالطبع لكي أتمنى أن أتمنى شيء فأنا أتمنى أن أتمنى أن أذهب إلى أجب المعارضة ويأتي بأي أجب أن أتمنى أن أجب أن أجب أن أجب تجربة مبكوناة موسيقى مرتدي فهي مرتدي لحلية العرية على رضا ما يمكنه إليست النظر ويساعدتها إن إليست النظر على رضا. فإنهكم إليست أستطيع قسم الله في يكيفه؟ إلى جسد. جسد، جزوجكه يجفونه. جزوجكه يجفونه. جزوجكه يجفونه. دعيشنا جزوجه كل مستطعي ينسبه. حسنًا وشفوساما كلاما about you guys بنوطينا but you guys so if I will look in tomorrow's recipes we're going to start tomorrow because it's the autism day which is completely different understand it's for gluten-free but we're going to start to go to some of the special recipes if you go to سوف ترى ريسيبات أشخاص و بعضهم سوف تنظر لأسفل ماذا يمكنك تنظر لأسفل أو لأسفل أو لأسفل و شكراً لك على المساعدة، كانت تنظر وإن شاء الله سوف تنظر لك أثناء المكالمة، أثناء ما خدنا الاتصال، كانت تتكلم عن أن ابنها عنده حساسية من الجبنة فإيه اللي ممكن نديه؟ فإن شاء الله هنحاول في خلال الشهر ده ندي بعض البدائل وخصوصاً إن بكرة هيكون يوم العالمي للتوحد وهنديكم برضو فيهم بعض المعلومات لكن أنا بقول هنا بعمل شوية من الشربة، جبت فيها الفلفل بعد ما شويت الفلفل فلفل أصفر وفلفل أحمر، حطيتهم مع شوية دي على أساس يبقوا يمسكهم ويتمسكوا شوية وبجيب مرأة، ممكن تكون مرأة خضار لو أنا مش عايز أعملها وتكون فيها أي دجاج، بحط المرأة هنا وهو شوية دي على أساس يخلوها سميكة أو غليزة فدي تبقى الشربة، نحط هنا نقسم المرأة، وبعد كده بتابل دول بملح وفلفل وهستعمل فلفل أبيض عشان ما يبقاش فيها أي لون شوية فلفل أبيض شوية ملح، لو ما كانش فيه في المرأة ملح فديقة هتكون للفكرة بس أسيب الخليط دوت على أساس الدقيق نفسه يتماسك إنهوت وبخل الدوت وأسيبها الدقيق يتماسك، وبعدين هنعمل معاكم عبارة ما دول يستووا، طبق تاني هيكون من الجنبري فكرة الطبق دوت هجيب الجنبري وأعمله على أساس إن أنا أقليه آآ بدل ما إليه هحطه في مية نجيب إنهوت بياض بيد نخفق بياض البيض شوية وبعد كده بجيب شوية من النشا وهسلق دوت يعني بدل تخيله إنه كنت بدل ما هتحطوه في زيت سخل أنا هحطه في مية بتغلي فباجي إنهوت ناخد بياض البيض اللي خفقناه على أساس يبقى سهل لقطعة الجنبري بأخذ إنهوت وحط قبل الجنبري في البيض وبعدين بأخذها وبنزلها مباشرة هنا في قلب المية اللي بتغلي يبقى عايزة تتماسك إنهوت بدل ما يبقى زيت هتبقى مية بتغلي ناخد كل دول هناه وفي نفس الوقت أنا شايف إن الشربة ابتدت كل حاجة تتماسك فيها نكرر ده مرة كمان لو عايزين تقول له ممكن يتقلي بس في الحالة دي اللي ما إليه يبقى مقرمش وده يبقى مختلف شوية مش محتاجين تغيره في الوصفة حاجة هو برضو دقيق ونشا وده دي النشا اللي هو دقيق الدرة فقطع هناه نعلي النار عليهم والفلفل هنا تقريبا ده ابتدت المية تغلي فبالتالي طعم الديق بيروح على أساس دي تبخفقها لو كنت عايزة عملها صلصة ممكن في الحالة دي تنفس الشيء بحط فلفل بس ما بقى الكرترش من الديق ولو عايزة حط هنا طعم هناكها ممكن بجيب ورق غر أو بجيب آآ ممكن آآ ليمون جراس أو حتى عصرة لامونة بحطها في قلب المية نحط كل دي هنا هوت ودي آخر واحدة حطها وحط بقية الجنبالي هنا في قلب النشا وبعدين بطلعهم للنشا نحط في المية وعبالة ما يستوي هنا هوت نقلب الشربة نسيب دول يستوي شوية وبنجيب المضرب على أساس ان احنا نضرب هنا الشربة يبقى عندنا الشربة ديت اللي هي فلفل مشوي بخفقها هنا هو بتاخد اللون الأحمر وكون مشايل البزر وشايل القشر منها هفروم هنعم وبكرر نفس الحكاية هنا بس بتأكد ان دي كل استوي اللي فيها كل القطع اللي فيها تكاد بتبقى بويه ممكن اصفيها لو عايز واسبها كتدخل مرة كمان وبعدين بنكرر نفس الحكاية في الفلفل الأصفر لو عايزين تعملوا فلفل أخضر ممكن تعملوا كده او فلفل البرتقائي بعملها بنفس الطريقة دي وهياخد فاصل سريع لما نرجع نكون هنا صفينة دول ويكون الجنبار يستوي نشوفها نقدمه مع اي نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله عندنا قبل الفاصل قلنا بنعمل نوعين شربة شربة عملتها بالفلفل وقلت ان عندي انواع فلفل كتيرة فيه فلفل برتقاني فلفل أحمر فلفل أخضر المهم باخد الفلفل بحطه في قلب الفرن واطلعه حطه في قلب كيس أغشره وبعد كده باخد دوت على أساس ان انا حطيت بعد اما خفقت الشربة عملتهم في قلب شفشة او حاجة أغرفهم بحيس ان انا احط اللونين مع بعض فبجيب الطبق اللي أغرف فيه وبصبهم في نفس الوقت اللي بحط واحدة صفرة واحدة حمراء على أساس ان هم يبقى عندي الخليط نفسه مندمج مع بعضه بحيس ان هو شكله زي فكرة الرقام ولو عايز اخلي كل واحدة لوحدة هنخلي نوعين الشربة دول يبرد ويبقى نعملها سخنة هتبقى ده الشكل بتاعها بخلطهم على بعض بسيبها تبرد وبصبهم بيبقوا زي فكرة المهلبية بينزلوا وبمسيقوا مع بعض وبعد كده جبت في نفس الوعاء اللي انا سلقت فيه الجنباري قلت ان انا بجيب جنباري بحط اللي هو الكرومب الصيني على أساس ان هنعمل معاكم طبق هنا من الجنباري بدل ما بقلي بحطه في قلب مياه بتغلي المياه بتغلي حتطفيه بياض بيد وشوية نشا ويادوبك سلقته نصف سلقة على أساس ده ويكون جزء من الطبق اللي هنعمله ويكون الفكرة فيه بستعمل كمية كبيرة هنا منه الخضار وبستعمل شوية من الزيت بحط شوية زيت وببتدي بالخضار اللي ممكن ياخد وقت أطول زي البصل بصل وبحط فلفل وبحط هنا شوية من الزهرة والأرنبيت حطوه من هو كلهم يبقى فيه حاجات نسويها من قبلها وحاجات زي الأرنبيت اللي هو الباكتشو اللي هو الكرومب الصيني ده ممكن نسوي قبلها وحاجات بسويها دلوقتي بنكهها بشوية من الجنزبيل وشوية توم بدل ما تكون مفروم هنقطعه حلقات عتاس يستحمل شوية ومعهم كرفس ونزود عليهم شوية من الزرة يبقى دول كده كلهم الخلطة اللي أنا بستعملها ممكن نزود زيت لأنه حطي الكمية كبيرة هنا قط شوية هنا من الزيت وبس بستعين بالبخار دوت إنه هو يسويهم وزي ما قلت الجنباري قريدي مستوي فمش عايز في الحالة ديت أزود حاجة عليه بخلي دول كده لو أنتوا بيجيتانيا ممكن تاكلوها كده ده لو عشاء الخضار لو حابين تعملوها بالدجاج ممكن تبقى قطعة دجاج أو لو عايزين تبقى قطعة لحمة ممكن تبقى قطعة لحمة لكن اللي أنا أنا قصلي هنا هو اتحكتين اللي هو الباكتشوي اللي هو الكرومب وخيار هضيفه في الآخر خالص أما التزيين والطعم والنكة هيجي هنا من شوية سكر هستعمل سكر بني هستعمل شوية هنا من الفلفل اللي هو زي الفلفل الأصفر مطهون كاتشاب ومعهم زبيب وبصل وبخط شوية ملح وصلصة صوية وممكن شوية صغرين من صلصة اللي هو الفيش سوس ناخد اتصال ألو 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 أهلا مرحبوا سامة أهلا أختم متوكل أهلا معكم متوكل يا أهلا وسهلا أختم متوكل أزاي حضرتك سودان والآن في شارقة يا أهلا وسهلا زي حضرتك مشرفاكم هنا في دبيت أهلا وسهلا تعالوا زورونا أيها طبعا هستنا ذاتي ضربة عليكم معجبة بيكم معجبة مطبخكم متابعة مع كل البرنامج في سودان وهسي عايز نزورك هنا في موقعات يا أهلا وسهلا تشرفونا يا أهلا وسهلا أخ كمال معا التفاصيل نقدر يتواصل معاكم وإن شاء الله تتزرونا بإذن الله أديك العافية يا أسف سامة يا عافية حضرتك وستحدد لي مواعي زيارة ولا يا أهلا وسهلا انت خليك معانا على الخط وهو احنا مش معايد الزيارة مفتوحة صحيتي تسمح أن المعايد الزيارة مفتوحة فممكن وانت معانا على الخط الأخ كمال هيتواصل مع حضرتك يعني ما تقفليش بعد أن ما نخلص المكالمة وبيشوف إمتى ممكن تيجوا تشرفونا في السيدي أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا دلوقتي أنا حطيت هنا قلت بعمل الخلطة وبعد كده بضيف عليها الحاجات اللي هي الإضافات الصغيرة شوية هنا من السكر ده سكر بني هستعمله وهستعمل للطعم شوية من الفلفل الأسود المجروش وبحط مع دول كاتشاب ده هيبقى السائل اللي هستعمله شوية من الكاتشاب ها يجينا طعم المسكر ومع دوت بحط شوية صغيرين من الخل اللي بزود المزازة شوية وصرصة السوية ده السوائل اللي بستعملها نقلبهم هنا مع بعض شوية من الجنزبيل المطهون وبعد كده كده بقى عندي صلصة اللي هي زي ما بيقول ملحة وحلوة او آآ مزة ومسكرة اللي هو سويت أنسوا مع السائل ده واتاسبها برضو تبتدي تطلع شوية من البخار وممكن استعمل شوية نشا زي الفكرة اللي عملت معها الجنبري بحط معها شوية مية صغيرين ندود النشا في المية عشان تبقى في عندي سائل وتبقى سميكة او غليزة شوية ودي بحاول اعملها قبل ما بنهي الوصفة بدقائية ناخد دي كده هون وبعدين بنجيب الطبق التقديم هنطلع الكرومب اللي احنا قلنا عليه الكرومب الصيني نحطه هنا هون وبحطه في مية بردة بنجرد ما بطلعه بس خليه حافظ عليه في مية بردة لأساس يفضل لونه زاهي زي ما احنا شايفينه ولو حبيت قطعه ممكن قطعه وبعد كده بنضيف هنا اخر حاجة شوية من قطع من الخيار لو انتم متعودين عليه يعني بتضفوها بس في الاخر قبل ما كله بيستوي واخر حاجة بتبقى قطع الجنبري لان هو مستوي انا كل اللي عايزه حطيته على مية هنا حطيته على ورقة علشان يتشرب اي مية زيادة حطيناهم وبعد كده نقلب تقلبتين نتأكد ان كل الخلطة دي وديبط شوية من الفلفل المطهون واخر حاجة هنا النشا بس اتأكد انا بدودها كويس فلو فيه سلصة عندي تتماسك يعني ده بمكن نكون مع الطائر اهو واتأكد انها برضو بتنطلغ مع السائل ولو حبيت ازودها شوية صغيرة من المية بزود شوية مية شوية مية صغرية مش كتير وابقى عندي الطبق زي ما قلت بكل المكونات اللي هو قطع الخضار بصرف النظر انا استعملت انتم ممكن تستعملوا حاجات بديلة ونفس الشيء بدل الجنباري ممكن تستعملوا دجاج نجيب طبق التقديم نحط طبق التقديم وبزس للطعم شوية صغرين هنا من الزبيب وانتم متعودين تملي شوية من الكريز بتلاقوها في المحلات لما بتديبوا اللي هي سويتان ساور فنفس الشيء ممكن تكرروا انتم نفس الحكاية نقلبها مرة كمان وده يبقى جاهز نقدمه هنا وبجيب طبق التقديم حطه هنا طبعا نسبة وتناسب لو عايز احط صلصة اكتر ممكن احط صلصة اكتر واخر حاجة بحطها بس للون الاخدر بكسر اللون الاخدر هنا وقت بشوية من الكسبرة ورق كسبرة ما بقطعها بخليها كده وبحط معهم شوية صغرين من البصل ورق البصل الاخدر بس ورق متقطع يبقى داوت لو عندي شوية من الرز بقى عندي فكرة الرز اللي هي بستعملها كنشويات وبعدين بستعمل البكتشوي اللي هي كاخدار مع الخضار اللي موجود هناوات وده ممكن تكون جنبري او تكون لو حبيته يكون بس لحمة هنعمل نفس الشي هنا بالفلفل قلت عندنا فلفل انواعه كتيرة انواع الفلفل اللي بتتعامل حطناها مع الجنبري حطناها كشربة او لو عايز ممكن اقطعها عندي هناوات الفلفل ممكن اقطع الوام مختلفة ناخد واحدة هناوات حمرة وبرضو نفس الشي اللي بيأكله خضار بس مش كله بيأكل دلوقتي اللحوم فاحنا بنعمل الخطوات الاولانية وبنقول لغاية دلوقتي للي بيأكل خضار عايزين تزودوا حاجة تزودوا او عايزين تخلوها كده يبقى للي بيأكل خضار بس هنحط دول مع شوية من الزيت نحط شوية زيته بستعمل هنا زيت درة على اساس زيت يستحمل ومش كتير حاجة بسيطة هنا من الزيت بحط شوية من البصل يعني دون تتخيلوا ندية عندي قلاية في البيت وحسب بتعملوا لكام واحد طبق من السلطة اعتبروها سلطة دافية بحط هنا كل الفلفل بحطوا من ناحية الناحية اللي هي بيبقى من تحت هناك ممكن اضيف عليها كوسة لو عايزين عندي كم قطرة كوسة بجيبها بقى طاحة ممكن بالسكينة او بالمندولين هنا قطعة وهضيف عليهم نفس الشيء بضيف هنا شوية من الزعتر ده هخطه هنا على البصل شوية الزعتر طازة بنخلي شوية للتزيين بنحطوه من هناك وعلشان اتأكد ان كله هيبقى بيها لون مميز ناوات بحط شوية زيت سوية زيت ناوات ممكن نقطع كم قطعة تانية من الكوسة نقطعها زي ما قلت اما بقطعها رفيع كده بالسكينة او ممكن نقطعها بالمندولين نحطها نحمرها يبقى مش لازم يكون فلفل تخلونا كل ده وتمكن يكون كل واحدة فيهم هتستوي الطريقة مختلفة البصل هياخد وقت اقل شوية فبقلبه هناه وبستنى على الكوسة لغاية لما تاخد لون يعني ما بقلبهاش اللي لما تاخد لون يعني اشوفها ابتدت تتحمر لونها تتحمر هنا هو نفس الشيء بالنسبة للفلفل يعني مش هقلب الفلفل نبص عليها كده ده محتاج ان انا لسه اخللها لون واشوفها بتتحرك يعني الفلفل هي نفسها بتتحرك على النوع فدقية عبالة ما تستوي هنا نعمل لها الخلطة بتاعتها يكون عندي شوية تانين من الزعتر ملح فلفل وما حطتش الزيت الزتون فهيضيف زيت الزتون في الاخر وشوية تانين هنا من الزعتر يبقى ده فكرة طبق الخضار التاني وابتدى الفلفل يعني هو لسه هيتبل يعني بعد ان نقلبه كده هو هيتبل شوية يعني ممكن نقلبه كده هو وعبالة ما بنقلبه هنا هو هي ستوي هناخد فاصل ونرجع معكم هنعمل بيتسا ممكن تستعملوها بيتسا معتادة او هنلفها ونعملها برضو بغدار نشوفكم بعد الفاصل ونكمل معكم شوية هنا بنعمل قلت ان انا ممكن اتخيل ان هي قلاية وبقى لكل حاجة لوحدها عندي شوية هنا من البصل باخده هنا هو وده حطت عليه عشاب حط البصل بياخد وقت اقل من اي حاجة تانية فممكن احطه اول حاجة او اخر حاجة لكن هعيزين نعمل زي ما بنقول السلطة دافية وبعدين الكوسة بعدها باخدها هنا وقلبها نفس الشي يدربك بس ادبلها شوية اخدها هنا وادبلها وبعدين اروح حاطت معها شوية من الفلفل الفلفل اللي بستعمله هنا حطته على ناحية القشرة بتاعته وبحط شوية زيت والزيت عشان يستحمل بستعمل زيت اللي هو زيت خضار او زيت دراء يبقى دول الخلطة اللي عندي واخر حاجة هتبل بيها يكون ثوم شوية ثوم صغيرين مش عايز احرقهم وبحطوهم مع زيت الزيتون انا ما استعملتش الزيت زيتون خالص انا بستعمل زيت الزيتون دلوقتي على اساس هو ده اللي هيبقى التدبيلة مع شوية من الزعتر يعني بحطت هنا زعتر بس عشان اطلع الصعم الريحة بتاعته وبعمل الصلطة يعني دخيل ده انها اللي هي بتاعته وبعمل الصلطة وحجم الاتنين اما برجع البصل اللي انا طلعته هنا اما بحطوهم كلهم على بعض واخر حاجة بطفي هنا نتبل دول بملح وفلفل حط شوية ملح وشوية فلفل وحط شوية فلفل مجروش في الاخر خالص والبصل اللي اقدر على اساس هو ما يتبلش بس الجزء الاخضر منه باخد شوية كده من الجزء الاخضر نقلبها مرة واتنين تقريبا دوت هيكون طبق الصلطة ده قلنا ان اللي ما بيأكلش ولفوم او طيور او اسماك نجيبه هنا طبق التقديم وتأكد ان انا عندي كل حاجة هنا زهرة وناخد اتصال قالوا قال السلام عليكم السلام ورحمة الله اهنا لغتي ايمان كيف رحال شيف اسماك الحمد لله بخير بخير الحمد لله شكرا الله حضرتك كل اللي عملنا دلوقتي ممكن تعمليه في قلاية في البيت يعني مش عازم يكون عندك الحاجة دي مش عازم يكون عندك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اتفضلي ان شاء الله طيب شيف اسما ما عليك انا عايز ازالك عندي مشكلة زوجي بحب لحم القبل عندك مشكلة في مشكلة في تسوياتها في تسوياتها لما اطبخه بيصبح جهس كده شوية ما بينجاد لان بتحتاج تسويه المدة طويلة هو افضل هما بتتعمل كفتة يعني ما بتجيب لحم القبل وتفروميه وتعمليه كفتة دوت ببقى يعني اكتر حاجة مناسبة لكن لما عايزة تسويها انت ممكن اما بتسويها على نار هادي المدة طويلة ياما ممكن تتبليها بشوية فيهم خل يعني تتبليها قبلها بس ده غير في الطعم شوية صغيرين فالخط الخط تقريبا فصل لكن طبعا اللحم القبل زي اللحم زي الغزلان زي اللحم اللي هو بيبقى الاحيوانات البرية اللي هي بتمشي كتير فبتبقى طعمها مختلف شوية او بتبقى تركيبتها وتوليفتها مختلفة شوية فلو حبيتي وفروميها واستعمليها ككفتة وفي الحالة دي فيه نوع كفتة اللي هي بتحط عليها شوية من الشبت الجاف ودي رز بتجيب الرز والطحانين ملح وفلفل وتعمليها ككفتة تقليها وبعدم تحط في صلصة طمطة هنا بعمل عجينة بيتسا حط دقيق سكر وملح شوية صغرين هنا من الخميرة على اساس دي بعملها كعجينة واعملها كحشو هي عجينة البيتسا معروفة ان البيتسا بتبقى حاجة مفروضة بنحط كل المكونات الجافة وبعدين بضيف عليها هنا شوية من الزيت وبعدين بنضيف شوية هنا من الميا الدفن بعمل العجينة وقاسبها على اساس العجينة تتخمر بس اتأكد انها كلها تمسكت وكلها تدخلت نجيب العجينة اعمل عجينة هنا لو سبتها تتخمر قبلها فترة ده بيبقى الفكرة بتاعتها بطلحها على اساس اوقف تخمرها لان انا عايزها هفردها واقع حشيها فبسيب العجينة دي تتعامل لغاية لما توصل للمرحلة دي وقبل لما دي يتتراح شوية هنعمل لها الحشوة اللي هي تكون فيها سبانخ السبانخ اللي باستعملها ممكن تكون سبانخ طازة او لو عايز ممكن تكون سبانخ مجمدة باجي هنا للسبانخ اللي هستعملها بتخلص من كل الميا اللي فيها يعني بعد اما بيكون اسلق السبانخ او بجيب السبانخ المجمدة وبتبلها بشوية هنا من التوم حط التوم بحط البصل ودول بحطهم على اساس ان اخلطهم مع بعض واحط معاهم شوية هنا من السبانخ نحمرها هناو وهتبلهم بشوية ملح شوية فلفل وبحط السبانخ بعد ما يكون متخلص من كل الميا اللي فيها نقلب كل دول وعبا لما يستوه ويتباله هنشوف العجينة اللي احنا عملناها اللي هي بتكون الفكرة فيها بعد ما بعملها بجيب السبانخ اللي هي بتكون استوت مع البصل والتوم وبحط عليها جبنة ريكوتة ممكن تستعملوا جبنة قريش لو حبيته شوية هنا من الجبنة ريكوتة وبحط معاها جبنة برمجان شوية من جبنة البرمجان كمية كافية هناو جسط طيب حاجة بسيطة للحشو شوية اصغارين هنا الفلفل شوية ملح مش كتير لان هنا الجبنة للبرمجان بتبقى ملحة نقلب كل دول هنا وده هتبقى الحشوة نجيب العجينة زي ما قلت ديت العجينة اللي احنا عجلناها دي الفكرة في العجينة بعدا ما تعجنت ده بيكون شكل العجينة اللي هي نوات بفردها وباخد العجينة المفروضة ونحط عليها السباني عجينة فردنها بس نكسب وقت بحطها على ورقة زبدة ونحشيها يبقى ديت عجينة البيتزا بس مش عاملها بيتزا عاملها ملفوفة ونجيب الحشو هنا نحطه جواها وبفردها يبقى ديت بتتفرد بالطريقة دي وبعدين ممكن لو حبيته تحطه فلفل مشوي بدل السباني ممكن تعملوا كده او ممكن تحطه جبن او تخلطه ديت بحاجة تانية ممكن لو عايزين تحطه بصل باخدها لنوات والفها وأجيب الساج اللي هنسويها فيه بحطها بحيس ان ديت تدهم بشوية من الحليب مع البيض ولو عايزين تحطه مع حبة صغيرة من السمسم يجيب سمسم وبدخلها الفرن بحيس ان انا اسويها بتبقى فرن مية وتمانين ممكن تاخد خمسة وتلاتين لأربعين دقيقة وحطها في الفرن هنا وبسيب ديت استوي ممكن زي ما قلت ممكن يكون حشو بسطير ممكن يكون لحمة ولما تطلع من الفرن ديت ممكن اقدمها بردة عندي شوية هنا من السلسة نجيب هنا هوت سلسة مارينارة لو عندي سلسة طماطم نحط شوية هنا في الجن مع علاقة للتقديم ونقطع اللي هي البيتزا اللي احنا عاملينها قلنا انها بيتزا بس بيتزا مبرومة او ملفوفة نقطعها هنا هو وتبقى تخيلوا الحشو اللي فيها حسب انتوا حطين ايه ممكن يكون جزر لو عايزين او ممكن يكون الفلفل المشوي نخد هنا نعم نخدها ونرصها كقطع دي تبقى فكرة يعني من نفس عجينة البيتزا نحطها هنا هو نلفهم جنب بعض وبعد كده نسيب الباقي لو عايز يبقى في الجنب هنا مع شوية من آآ السلسة المارينارة اللي احنا عملنا شوية هنا هوت وقطعه تاني على الجنب ونسيب ديت مع المارينارة عملنا العجينة خدناها وعملنا حشوة البيتزا قلت ان انا بسيبها تريح بس وتتخمرش زي العجينة البيتزا عشان انا مش عايز انا عايز اسويها في الفرن بس هتبقى محشية فمش هحطلها الراء اللي عليها من فوق وقت ديت هتبقى الفكرة بتاعتها لكن هنعمل مع بعض حاجة ان احنا قلنا هنبتدي نعمل خطوة خطوة للكاسترن فجبتنا حليب سبته نبتدي يسخن حط معا شوية هنا من السكر يبقى نحط هنا شوية سكر على الحليب وفي نفس الوقت بجيب في سلطانية تانية النشا حط عليها شوية صغرين من الفانيليا وبعد كده بنحط بيضة يبقى ديت هتبقى النشا بدل ما هدوبها في في مياه زي ما عملنا في الجنبري بس بدوب النشا ينهو مع بقية السكر وبعد كده باخد شوية من الحليب ينهوط علشان بس أرفع درجة حرارة البيض وقلبهم هنا تأكد ان كلها سائل وبعدين نرجع هنا نصب ديت ويبقى احنا عملنا هنا اللي هي الكاسترد يبقى دي هتفكرة الكاسترد بعد ما بتبتدي تتمسك لو لقيت انها فيها كتل ممكن نصفيها أو بسيبها لينهوط لقيت لما النشا يطلع منها بس بتبتدي الفقخاء اللي فوق دي تروح وتبتدي هي نفسها يبقى فيها فقخاء صغيرة ينصي دي هي تنهوط دا كده هوت فكرة عمل الكاسترد زي ما احنا شايفين بقت كتلة واحدة ينوت ممكن بحطها اصف فيها بس اتأكد انها غلية واخدها هنا وبجيب القالب او السلطنية اللي هحطها فيها وبنحطها هنا على اساس لو فيها اي كتل او اي حاجة بنزلها وبضغط عليها من هنا عساس تبقى كلها نزلة ودوت هتبقى فكرة الكاسترد قبل ما هستعملها بسيبها تبرد وهناخد فاصل سريع لما هنرجع هنواصل معاكم هنعمل عجنت الملفي اللي هو الالف راق ونشوف نحشيها الكاسترد ازاي وكمان هنستعمل نوع من انواع التوت وزي ما احنا شايفين الكاسترد بقى ده عندي هنا جاهزة بس اسيبها تبرد وبعدين اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله يبقى احنا بنعمل مع بعض قبل الفاصل قلنا بنعمل الكاستر بسيبها وبسيبها تبرد فدوت بيكون شكلها لما بلاقي انها ممكن احطها خلال منخل او مصفع علشان يبقى كلها نعمة بسيبها تبرد وده هي تناخدها ونحشي بيها نعمل حشوة لعجنت الملفية فعجنت الملفية انا حطيت هنا دقيق وملح وسكر بتزود عليهم زبدة ونستعمل الزبدة مرتين يعني الزبدة اللي بحطها هنا للعجينة هنا المية مش دافية انا قلقيني ما عنديش خميرة عايزة تتفاعل فالمية بردة لانها عايزة تتماسك عايزة تبقى العجينة المسكة وتبقى سهل لان انا افردها فاذا بعمل العجينة ديت واسناها اللي بعمل العجينة عاية بجيب نص كباية من الزبدة بحطها في قلب ورق زبدة هنا على اساس افردها وبسيبها في التلاجة اقدر بعد كده استعملها وديتها استعملها مع العجينة اللي احنا بنعجبها ديبقى بعد اما عملت العجينة بجيب العجينة وافردها بقى دي العجينة نفسها اللي اتعملت بالحجم دوت بمجرد بس ما بتتدخل كلها مع بعضها بجيبها وحط الزبدة في قلبيها فكرة الملفاي والكروسان بجيبنا اسئلة كتيرة فقلنا نعمل اسهل طريقة ممكن تتعامل هنا نص كوباية الزبدة على الكوباية اللي هي معمولة من الدقيق وبعد كده باجي اقفل العجينة يعني بعد ما عملت العجينة ديت بقفلها من هنا هون وبعد كده باخدها وافردها يبقى ديت اول مرة بعمل العجينة نجيب شوية صغيرين هنا هون باتكة ما بضغط هنا الزبدة بتبتدي تطلع علشان كده سبت حتة من الجناب فبتدي الزبدة تطلع من الجنب كرر نفسي حكاية من ناحية دي هنا فالزبدة بتبتدي تطلع بس مش مش عايزة تطلعها يبقى ديت بعملها اول مرة والزبدة ديت هي اهم حاجة في الموضوع تأكد انها كلها موجودة هنا هون وايه اهم حاجة في الموضوع ليه لان لما هاجي اقفلها واحطها كده فتخيلوا انت دلوقتي عندكم ادي الزبدة في الرق دوت وفي الرق ده والرق ده وده يبقى هنا واحد اتنين تلاتة بنضربهم في تلاتة يعني ممكن تبقى دي اول مرة باخدها وبعدين احطها في التلاجة كده بنجيب العجينة نحطها في التلاجة ونشلها في قلب كيس على اساسها اعرف انا عملتها كم مرة فردتها كم مرة ناخدها هناك وبدخلها في الكيس ويكون علمت عليها مرة فبقى عندي دلوقتي دي العجينة هناك باخدها وبتبقى جامدة بيبقى متماسكة والزبدة احنا شايفينها لسه فنفس الشيء باخدها وافردها نجيب العجينة وافردها من الجنبين وطبقها مرة كمان ممكن نسيبها برة على اساس كل ما بافردها بعلم عليها انا فردتها كم مرة واحطها في التلاجة مرة كمان وبسيبها كل مرة يعني هنا دي بتعلمها مرتين يبقى انا عملتها مرتين يبقى عدد الرئات هنا تضعف هنا بقيت الضعف واحد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر حداشرة يبقى كل مرة بزودها بافرد واقفلها مرة كمان لغاية لما بوصل للمرحلة اللي هي بتبقى مش هنعملها الف راق زي موما دي مسمينها لكن بتبقى الفكرة بتاعتها عملتها فردتها على الاقل لاربع مرات او ست مرات ودي اللي هنعمل منها فكرة اللي هي عجينة الملفية حسب انا عايز اعمل الملفية ازاي زي كنت هعملها في صانية وبفردها كلها هينهوت بفردها بالطريقة دي وهعملها اما بحط ما بينها يعني بحطها وحط فوقها رائين من يعني حط عليها شوية صغرين من التقل عشان ما ترتفعش او بخليها ترتفع فبالتالي بفردها بالطريقة دي ونجيب الصانية وعلشان نخليها من غير ارتفاع ياما بخرامها من شوية بالشوكة ياما بجيبها هنا واحطها في الصانية وبخرامها في حاجة خاصة بيها هنا اللي هي بس بعملها ثم ما ترتفعش يعني ياما بالشوكة ياما بعملها الفتحات دي دي بحطها في قلب الفرن وأسيبها تستوي وده بيكون شكلها بترتفع بس هتبقى الارتفاع بتاعها مش الارتفاع اللي هو العالي يعني هنا ما فيهاش خروم فشوفنا هنا كان ارتفاع كبير هنا قليل فباخد دول على اساس اسويهم واستعملهم نجيب العجينة هنا ونبتدي نشوف ممكن استعملها فيه تخلص من الحاجة اللي هنا بقى دي استعمل دي كمسطرة بس ممكن بحطها كده كمسطرة وبقطع بالسكينة وما برمش دول بخلي دول دول قطعة دي بخليها هنا ممكن حتى نحطهم في حلة مباشرة هنا اساس دول ممكن استعملهم نعمل بيهم ام عالي شوية صغرين هنا من الزبيب شوية صغرين من جوز الهند شوية مكسرات ونكسر شوية كمان من هنا بشوف برضو حجمها دي ودية بتبقى المقاس بتاعي يعني ده المقاس باخده احطه فوق التانية ونعمل هراء تاني وباخدها وحطها هنا واعمل هراء تالت على اساس دول اللي هما هيبقوا فكرة الملفية او الرئات بيسموهم نابوليون او الملفية واذا نخليها البعدين نستعملها بعدين ونتخلص من الاطراف اللي هي تروح هنا هوت عشان نعمل ام عالي وكسر هنا هوت الحاجات دي لام عالي وممكن دي نعملها مربعة او مستطيلة واخد هراء هناو ديت بعد كده بحط دول هنا بحط معاهم شوية هنا من الحليب ويبقى دخلها الفور بيبقى فيها زبيب وجوز الهند ومكسرات بحط كمية من الحليب كفاية ممكن تكون سخنة وممكن يكون نصها حليب ونصها كريمة وممكن يزود سكر لو عايزين نتحطها بسكر اكتر اما بالنسبة للملفية هنا اللي انا بعمله ممكن نتعمل باكتر من طريقة الكاسترد اللي احنا عملناها ممكن تبقى كاسترد ممكن تبقى كريمة لباني وممكن استعمل مربعة لو حبيت هنا نجيب شوية من التوت ونجيب الكريمة اللبانية يبقى ديت ممكن اسهل واحدة عملها بجيب شوية هنا من التوت بحط الكريمة اللباني بحطها بالطريقة ديت وبعدين بجيب التوت على اساس تبقى هي ديت القاعدة اللي انا هستعملها او الاساس اللي هستعمله ونحط معها شوية تانين من التوت في النص وتبقى رقات من التوت نبقى ديت كده رقات حط واحدة هنا نكرر نفس الحكاية نحط واحدة صغيرة هنا من النص وبكرر الحكاية باني بحط شوية هنا من الكريمة ممكن الكريمة تكون هنا اقل شوية وبكثر كدر التوت ولو عايز ممكن احط مربة مربة التوت لو عايز بالطريقة دي ونعمل واحدة تانية بالكسترد نبقى كده هوت اول رق والرق الاخير بنحط دي هنا اوه وفي الحالة ديت بدل ما نحط توت تاني من فوق ممكن نحط شوية كريمة حاجة بسيطة من الكريمة واحدة او اتنين هنا هوت من الكريمة وبعد كده شوية من التوت نحط توت وسكر بودرة نجيب سكر بودرة نحطها هنا هو ونحط ديت في طبقة التقديم يبقى ديت ممكن اول واحدة هنا هو رجع التوتة هنا هو وممكن احط عليهم ممكن اعملهم هم حاجة اصغر شوية او اعملهم وحطوهم بالكسترد نجيب هنا الكسترد دي واحدة هنا وبحط شوية من الكسترد فيها من جوه وبحط ديت عشان تتساوا بالمقلوب نفس الشيء بحط كسترد هنا وبسيب مساحة للكسترد عشان هم اضغط عليها وبحط دي بالمقلوب بعد كده بحط على ديت كمية كبيرة هنا من السكر البودرة يبقى هنا دي فكرة السكر البودرة وممكن اعمل لها علامة عليها بجيب سيخ واعملها على اساس احمرها وقدي يبقى كده هوت اللون بتاعها وبعدين ممكن نعملها بالنحية التانية على اساس ان دوت لو مش عايز اعمل شوكولاتة ويبقى دوت هي فكرة الكراميل مباشرة مبطاعة هنا هم فده تبقى واحدة تانية معمولة بالطريقة دي في عندنا النوع اللي احنا متعودين عليه هو تمال بيبقى بالشوكولاتة ممكن نعمل ديت بسرعة هنا بالشوكولاتة بنفس الفكرة حط شوية هنا من الكسترد في النص وبضغط عليها وبعدين بنجيب واحدة كمان هنا وبحط دي واضغط عليها ودي بتبقى فكرة الشوكولاتة اللي هي بتبقى لها شكل مميز ناخد شوية من الشوكولاتة الصغيرة هنا حطها عليها هنا بحيث انها تبقى لسه الشوكولاتة طرية يا دوك بس بفردها عليها يعني ممكن ديت لو عملها حجم كبير ممكن نعملها حجم كبير ولسه الشوكولاتة قبل لما تجمد بجيب شوية صغرين من الشوكولاتة البيضة حط ده كده هون ونجيب الشوكولاتة البيضة ناخد الشوكولاتة البيضة وبعمل بمشيها كده وعكسها يعني بمشي كده وروح العكس وروح كده والعكس وروح كده والعكس وبعدين بجيب سيخ صغير ونفس الشيء بروح ماشي كده والعكس وبمشي كده والعكس ودود بيبقى فكرة اللي هو النبوديل ناخد الملفين نحطه على الناحية التانية وبعد كده نجيب الطبق الكبير دود ولو حابين تعملوها احجام صغيرة بتبقى بنفس الفكرة عامل هنا هوت نفس الفكرة بس بتكتر هنا شوية من السكر نحط شوية سكر هنا وابتدي ارص دول التانية حطيت عليها مربة فراغة فابتدي ارصها هنا بحط واحدة حمرة واحدة بيضة ونحطوهم جنب بعض بالطريقة ديت ويبقى الفكرة هنا عندي فكرة النبوديلون ممكن تتخيلوه نحط واحدة كمان وبعد كده نحط الباقي جنب بعض عشان نقول لكم احنا عملنا ايه النهاردة وكمان عندنا ايه بكرة فدي ممكن تبقى طريقة وممكن نجيب الشوية التانين فكل واحدة من دول هي واحدة صغيرة ممكن نقسمها وديت فكرة النبوديلون او الملفي اللي هو الالفرق اللي ممكن نقدمه باكتر من طريقة لكن الفكرة في العجينة نفسها ممكن بتتعامل ملحة لو عايزين لان ما فيهاش سكر من جوه ولو حبيته ممكن تبقى الرئات هنا مختلفة عملناها ممكن تبقى حاجة كبيرة بحجم كبير وممكن بالشوكولاتة من فوق او بالكسر كحشو او كريمة لباني وممكن رئيات مختلفة من الفكرة لو حبيته ابتدنا حلقتنا النهاردة وعملنا اول حاجة الشربة الشربة يا احمد بعد اذنك اخد الشربة اورينا نعملها ازاي مع الكرفين والشربة قلت بسيبها تبرد ولما بنيجي نصبها بتبقى الفكرة فيها ان انا عايزها تنزل وتديني اللونين في نفس الوقت فقلت بسيبها تبرد والاولانية حطتها اختلطوا على بعض لكن ديت بحطها وبيبقى عندي كل لون بيفضل لوحده والقاء هي الشربة بتاعت الفلفل الاصفر والاحمر كل واحد معمول لوحده وبعد كده عملناها وخلطتها مع بعض فكانت اللون متداخل مع بعضه فعندنا الاختيارين وكمان عملنا عجينة البيتزا ومن عجينة البيتزا حطيت السبانخ وحطيت الجبنة ممكن يكون فلفل مشوي لو حبينا والفلفل مشوي حطيته مع الجنباري قلت ممكن يكون جنباري لو عايزين او لو حبيته ممكن يكون شوية من الفراخ او اللحمة او فلفل مشوي بس كسلطة ممكن تكون فكرة السلطة بتاعته صلطة صلطة فلفل دافية ام علي هي البوائي اللي خدتها من القطع اللي معمولة من الملفية في ادية حطيتها وحطيت عليها شوية حليب ومكسرات وغزين حلقة مميزة بكرا ان شاء الله هنشوفكم على خير نكون معكم على الهواء أبو شكوكم الف تحية والف سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة